بتوحشوني جداً من الأسبوع للأسبوع اللي بعده بس تنى دايماً معادي معاكم عشان نقرأ سوا عشان نعرف أكتر عشان نتعرف مع بعض على كتاب جديد أو رواية جديدة نعرف مع بعض معلومات ما كناش نعرفه قبل كده نعرف مع بعض حاجات مختلفة في موضوعات متنوعة وبجد المعرفة شيء مهم جداً في حياتنا اللي عنده معلومات دايماً أكتر ومعلومات صحيحة هو اللي دايماً بيكون عارف يحكم كويس هو اللي دايماً بيكون عنده رأي مظبوط في أي موقف بيقابله في حياته أياً ما كان هو إيه الموقف ده أحياناً بنفتكر نفسنا عارفين وفاهمين لكن ممكن جداً نقرأ معلومة في كتاب أو تحقيق صحفي فأنا اكتشف إن هنا ما كناش نعرف حاجة وأوقات كمان تعيد ترتيب أفكارنا من جديد المعلومة الصغيرة اللي ممكن تعرفها من أي كتاب بتقرأ النهاردة معانا كتاب هياخدنا في رحلة تاريخية مشوقة جداً لأحداث وشخصيات وحكايات كتيرة هنعرف منه تفاصيل مختلفة هنعرف منه تفاصيل جديدة هنشوف جوانب كتير من زوايا مختلفة كتابنا النهاردة هو من قال أنك تعرف للكاتب الصحفي الأستاذ شريف بديع النور اللي هنورنا في الستوديو وهنروح مع كتابه لأحداث وشخصيات وعوالم مختلفة هنعرف اللي ما كناش نعرفه أو اللي كنا فاكرين إننا نعرفه أنا عن نفسي متحمسة جداً أني أعرف أكتر عن كتاب من قال أنك تعرف